لما تبص للبطولة كده إجمالاً تحس إنه مستوى المنتخب الوطني بيتطور وبيتحسن مباراة بعد مباراة يعني مباراة لبنان كان الكيرف مش في أحسن أحواله والسودان الكيرف تلع شوية أعتقد إن الجزائر كانت واحدة من أفضل مباراة لقدمها منتخب مصر مش بس في البطولة لكن في الفترة الأخيرة كلها وإنبارح العودة قدام الأردن كمان بتقول إن المنتخب جاي وإن شاء الله بإذن الأفضل لم يأتي بعد رغم صعوبة المواجهة دور قبل نهائي تونس دربي من دربيات شمال أفريقيا خلينا نتكلم أكتر عن نشوار المنتخب ومرحلة مستر كارلوس كيروش مع واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن عبدالله جلال طبعاً ضيفنا في السادسة مساء الخير يا كابتن نور الدنيا مبروك تأهل منتخب مصر قبل النهائي أكيد مبروك للشعب المصر كله أكيد مبروك يعني مبروك لحضرك برضو ومبروك للشعب المصري والمنتخب مصر أنه مقدم صورة كويسة لمصر بالعموم في بطولة مهمة البطولة العربية دي بتجمع كوكبة كبيرة طبعاً في اللعبة العرب وأعتقد أن المنتخب مشرفنا الغد الوقت الحمد كنت متوقع المنتخب يوصل لقبل النهائي من بداية البطولة؟ لا متوقع إن شاء الله أنه يوصل لأبعد من كده يعني فيه أبعد من كده إن شاء الله ده الأداء اللي شجعك يعني المستوى اللي ظهر بين المنتخب هو اللي شجعك تقول كده ولا أنت كنت حسس بده من قبل البطولة ما تبتدي لا من قبل البطولة الكلام كتير يعني فيه ناس ماشي مع مستر كروش موافق معه على اختياراته وفيه ناس في الجهة المضادة فكل ده بيخليك يعني ممكن مثلا مرة تاخد القرار أن أنت مثلا لا المنتخب هيأدي وهيبه كويس وإنت مع مين في دول؟ لا أنا مؤيد على طول أنا متفقل على طول دايما أي مدير فني بيعيز الأحسن عايز الصالح العام لا يوجد مدير فني بيدور على المصلحة الخاصة من خلال اختيارات معينة أو حد إملاءات موجودة خارجية عليه وهي يقول لك أنا عايز المصلحة العامة لا المدير فني دايما بيبصوا على مصلحته مصلحته أنه هو المنتخب يبقى في القمة وفي أبعد جاهزية وفي أتم جاهزية وفي أبعد مكان هو ده اللي هيوصلك أنه يتكلم عليك يعني يوصلك للمصلحة الخاصة بتاعتك دي اللي هتوصلنا بقى لأنه أنت المدير كرأي مجمل أن الواحد متفقل دايما أنه أنت لازم تقدم الأفضل للمنتخبين بس سبعين في المائة خليني كلامك دائما عن مشكلة البدايات هرجع لقصة الاختيارات دي وهرجع طبعا للتشكيل المنتصر وقالت أتوقع أن يبقى فيه إصرار برضو أنه يلعب بنفس الطريقة التشكيل على بس خلي أسألك على مشكلة البدايات سبعين ثمانين في المائة المتشاط منتخب مصر اللي لعبها مع مستر كيروش كان دايما فيها مشكلة في البدايات كان دايما المستوى الحقيقي المنتخب مصر ما بيظهرش إلا بعد ما يكون عدى شوت كامل أو بعد ما نكونوا تأخرنا بهدف حصل ده حتى في آخر مطشين قدام الجزار قدمنا شوت يعني مش أحسن حاجة ممكنة واستقبلنا فيه هدف وبعد الهدف ابتدنا نحس أن المنتخب مصر جي المباراة برضو مبارح في مباراة الأردن قدمنا شوت أول يعني ما كانتش أحسن حاجة في الدنيا وبعد ما دخل فينا هدف وتقدمت الأردن لعبنا شوت أخر الشوت الأول طبعا تعادلنا أعتقد تعادل جول مروان طبعا فرق معنا كتير أخيرا مروان سجل والشوت الثاني شفنا الشخصية الحقيقية المنتخب مصر إيه قصة البدايات مع كيروش البدايات مش مع كيروش بس يعني وهي دي أفع موجودة في اللعاب المصر عامة موجودة في اللعاب المصر عامة دايما البدايات عند اللعاب المصري بيبقى رد فاعل مش فاعل يعني ممكن يبقى التهيئة والأجواء من الجهاز الفني لللعاب بتوصلوا أنه مثلا يبقى عليه مثلا ضغوطات فالضغوطات دي ما بتحررش منها أو بتبقى ملازماء أول عشر دقيقين ويستكشف وممكن تطول معاه يعني أنت لسه بنتكلم دولة ده أنت خدت شوت مثلا كامل في ماتش زي الجزائر أو خدت مثلا ماتش اللي فات برضو خدت وقت من الشوت الأولاني اللعاب المصر دايما ما بيدخلش في الأجواء بتاعت المباراة بسرعة بسبب أنه هو بيفضل محمل نفسه الضغوطات أو الربع ساعة ضغوطات بيبقى عالية يعني ليه بها بنحسل بها أكتر بدلا ما ناخدها إيجابيا هو يخش في الجن بسرعة يعني أنت متوقّد أن يحصل في ماتش تونس كمان؟ لا ماتش تونس أنت خلاص الرتم علي فالمفروض المفروض نحن وقلن نعلي بعد الجزارة كابتن عبد الله يعني كان فيه أعلى مشروط التانية قدام الجزارة لا أول قصر طب ما أقول لها هذاك حاجة القصر كلها برضو المصريين ما تبسطوش بصدارة المجموعة وما تبسطوش بقصة الإنزارات زي ما تبسطوا بالروح اللي حسوها موجودة في لعيبة منتخ المصر الروح دلوقتي موجودة الروح يعني أنا عايز أقول أنا مش موجود معهم بس فيه كلام بيجيلي من اللعيبة أصحابي طبعا موجودين في منتخب مصر في الوقت الحالي لا الروح كويسة الروح متجنسة غير قبل كده قبل كده كان فيه تفرقة وإحنا نتكلم ده في حلقات سابقة قبل كده أن فيه تفرقة بين أهلي وزمالك وده بيلعب في نادي تاني مع احترم الكل الأندية لا التفرقة دي مش موجودة دلوقتي فيه حاجة اسمها روح الجماعة شغلين بيها وده بتظهر دايما دايما على مدار مسيرة المنتخبات أو منتخب مصر مع كل المديرين الفنيين أو الأجهزة الفنية لمسكة المنتخبات بتظهر الروح دي دايما في البطولات المجمعة ما بتظهرش في المتشاط الفردية أو في التصييات دايما الحاجات السلبيات بتظهر في المتشاط الفردية هتلاقي مع احترام الكامل للصحفة أنها بتظهر السلبيات لكن في البطولات المجمعة وطالما الرتم كمان والنتائج إجابية محدش بيتكلم على آية سلبيات هتلاقي دايما بنتكلم زي ما احنا بنتكلم كده ان الروح مجمع كل اللعب اهلي زمالك اسماعيلي امبي كل اللعب اللي موجودة هتلاقيهم روح واحدة متجنسين فكر واحد عايزين يوصلوا لهدف واحد وده اللي بميز الروح الجمعية اللي موجودة جوه المنتخص أصعب ولا الجزائر لا الجزائر طبعا الجزائر أصعب أنا تفرجت على الفرقتين يعني بعيد عن البطولة الفرقتين حتى في التصفيات أو في الوقت اللي فد كله لا الجزائر عنده يعني حتى بصد في السكواد اللي موجود اللي مش موجودين وده بالنسبة له يعني كصف تاني اللي هو الموجود دلوقتي في البطولة فرقة قوي وده شفناه برضو في المتش بتاعنا في المجموعة لكن تونس يعتبر نسبة 70-80 هو الموجود دلوقتي هو اللي بيلعب في التصفيات وهو ده القوام الأساسي بتاعه في المتش كده شايف إنه الجزائر أقوى من تونس أقوى لأن حتى السكواد اللي مش موجود أقوى من اللي موجود دلوقتي حالي متوقع مفاجأة من ميستر كيروش في مواجهة تونس ولا متوقع يلعب بنفس الطريقة ونفس الأسماء نفس التشكيل أعتقد فيه ممكن ممكن مفاجأة لأن انت برضو بتتكلم في أنه يعني هارجع لحتة بس بس صغيرة إن اللي بيعاني دلوقتي مع ميستر كيروش أو بيخل ميستر كيروش إلى حد ما يعاني برضو في حتة التشكيل والطريقة إن لعبت الأهلي بتدفع ضريبة إنها ضغط المباريات بتاعت الدولي وده اللي بيظهر إن المطشوات اللي فاتت لعبت الأهلي هاي اللي يعتبر هاي اللي بتتصاب مفيش حد تاني من المنتخب هو اللي بيحصل له أي حاجة حجازي بس وشا ما حدشو قالك مفيش حاجازي برضو والحجازي برضو يتخسر برضو يعتبر أهلاو برضو مننا برضو إن شاء الله فده اللي ممكن تتكلم فيه لكن حتة المفاجآت لأ أنا ما بالنسبة لنا طبما إحنا كل اللعبة بتنزل بتقديه كله كل اللي بيطلب منه بينزل حتى تغييرات برضو بينزل بيقده بيظهر بشكل كويس نص منتخب تونس تقريبا بيلعب في الدولي المصري آه يعني فقر الدين بن يوسف جزيري علم معلول معلول فرجاني كان يعني برضو يعني مش غريب علينا عالفين وعارفين إمكانياته وحفظين لعبه المسلوسي نفس الحكاية ده يصب في مصلحة المنتخب ويفرق مع اللعيبه على الأرض الملعب وهو بيلعب فرقة يعني نوصها بتلعب معه في البطولة المحلية هيدي أريحية لعبت المنتخب في مصر زي ما حدك بتقول كده أني أنت دلوقتي أنا لعيب نازل عارفه غير لعيب لسه بنزل هستكشف اللي إحنا نكونوا متكلم عليهم شوية أول عشر دقيق بستكشف اللعيب اللي قدامي يعني أنت لما بتنزل فرقة مهما شفت في المحاضرات ولمهما المدير الفني يكلمك على لعيبة أو على فريق أنت رايح تواجه أنت برضو بتنزل أرض الملعب لسه بتستكشف لازم أستكشف لازم أرى لقدام لأنه ممكن يكون برضو هو ليه مدير فني وليه بيتكلم معاه فيه متطلبات جديدة طلبت منه بالرغم أن أنا ممكن يكون بتفرج عليه في الفيديو وأحافظ تحركاته والمدير الفني محفظ من تحركات اللعيب الخصب إلا أنه برضو ممكن يحصل جديد ممكن طريقة اللاب ممكن تتغير ممكن التشكيل يتغير ممكن يعني أي ظروف تجد تتغير القصة كلها جوة الجيم فده ممكن يعني حتة أن أنت بتلاقي بحد عارفه بتأثر شوية في حتة أن أنا أستكشف أو بتأثر الوقت اللي هو بتاستكشف الخصب قريت فرقة توليس كواس في البطولة يعني تفرجت له على مطشاط شفت مستوى الفريق على مدير البطولة اتفرجت على مطش تقريبا مورتانيا كسبه عمان تقريبا فيه سلطنة عمان ده الدور التمانية اه يعني فرقة كويسة لا فيه مطش في المجموعة برضو كسبو أربعة تعريبا حاجزة كده كانت تقريبا أول مطش تقريبا فرقة كويسة فرقة منظمة المربع الهجومي بالكامل بيتحرك كويس وبيخلق لنفسه مساحات وطبع عارفين سيف دين جزيري فرود مميز وبيعرف يتحرك وبيعرف يخلص من نص فرصة اللعيب الخبرة كمان اللي بتنزل برضو تغييرات زي دربة أخطر لعيب في تولس من وجهة نظرة كابتن عبد الله يعني مين العقل المفكر مين اللي لو عطلته عطلت القوة الدربة في منتخب تولس مش حد معين بس يعني ممكن مثلا لو عطلت تعطل مسكني لو بيلعب أساسي الراجل طبعا ياسين ياسين الشوخ لما بينزل برضو برضو من اللعب اللي كان في جيلي برضو بيلعب في منتخبات تونس ناشئين وشباب فده اللعب مميز برضو حتى بالرغم موجود برضو إلا إنه عنده خبس ملعب يمكن في هدف من الأهداف أنا ركزت معها جدا لما كرة طلعت لبرا راهي 18 اللعب اللي قاطع جوه في السكس يارضا هو موسش هو إدى إيحاء للناس كلها إنه هيلعب لتحته ولعبها بالعرض والراجل جيم كمل بكل سهولة فده بيديني حلول عندهم إن مثلا اللعب اللي هي جاية من تحت دايما هي اللي بتخلق الفرص للفرود الأساسي خلي الناس مع رأيك في أحمد ياسين يعني أنا شايف الصراحة الراجل بيقدم بشكل كويس يعني قطع على نفسه يعتبر نص الطريق زي ما بيقولوا كده اللي هو إيه الرهبة بتاعت إن أنت تلبس فانلة منتخب مصر وتمثل بلدك في أجواء مشابهة إلى حد ما بطولة قوية زي كاس العالم كده فإن أنت تأثر على نفسك الطريق و تضيع الرهبة دي وبالذات في ماتش قوي زي ماتش الجزائر دي أنا بحيي عليه الصراحة يعني وبحيي اللي هو برضو هيأله الجو إنه هو لما ينزل وحط رجله في الملعب يثبت نفسه لجمهير مصر كلها اللي بتتابع وخاصة إن العيب ما يكونش خارج من أهل وزمالك ومعندوش حتة مثلا المشاركات في أفريقيا فممكن تاخد معاه هزة جمدة جدا يعني ممكن يغلط غلط فادح الناس في مصر مش ترحمه لا صحافة ولا إعلام ولا حتى الجمهير نفسها وفي نفس الوقت حتة إن مستر كوروشن يعتمد عليه بقى في شكل هذا أهو في مصر أهو يعني في مصر بكلم بشكل خاص يعني في مصر إن الغلطة بفورة وبذات المدافعين أنا بصفتي حتى مدافع إن في مصر عندنا حتة المقياس أو المعيار إننا أحط الغلط إنه مرحب منتخب مصر إنك رح تمثل بك مليون هذا أعلى لفل عندك في مصر أنا عشان أمثله إحنا عندنا داي من قاعدة يعني هي مش قاعدة بس إحنا خلناها قاعدة ثابتة إننا لعبة منتخب مصر لازم يكون أهلي زمالك ويتيجي من بعد كده مثلا ما أحترم الكل أندية إسماعيلي وممكن حد بقى طفرة في أندية جماهرية ده اللي إحنا ورسناه كمان على مدر سنين وتيجي في الأساس كمان المحترفين إنت تيجي بتخلف القاعدة دلوقتي مع مستر كروشو إن إنت بتاخد ناس مميزة في أندية برضو ملهاش قاعدة جماهرية برضو مين عجبك من الأسماء اللي برا الصندوق اللي إنت بتتكلم عليها يعني مين يستحق إنه يفضل مكمل مع منتخب مصر والله أنا شايف أحمد ياسين شايف أحمد ياسين شايف أحمد رفعت بيقدي بشكل كويس وياريت يعني تمني إن من مصر كروشو إنه يدوله فرصة كاملة أوسع شوية من الفرصة اللي هو بياخدها بعيد عن الأهداف وبعيد إنه هو لازم برضو يعني يظهر نفسه بشكل أكبر في مساحها أوسع يعني كان ممكن برضو يعني محمد شريف أعتقد إنه برضو لو دخل ورجع في مكانه الطبيعي الطبيعي هي يظهر بشكل أحسن من كده هو برضو حتة يعني كان فيه كابتا أحمد شوبر من فترة كان بيعلق على ماتش من الماتشات الأهلي قال حاجة كويسة قوي ويمكن دي باينة وأنا بشوفها برضو بشكل كويس واضحة أنه حطت نفسه تحت ضغوط الاختبار وكابتا أحمد شوبر قال حاجة كويسة أنت لعيب كبير فلازم تتعامل عن أنت لعيب كبير في منتخب مصر منتخب مصر مش هيضم غير اللعب الكبير أنت طرام لعيب كبير في النادي بتاعك فأكيد إن أنت جيت هنا لعيب كبير في منتخب مصر فلازم تتعامل عن أنت لعيب كبير مش لعيب صغير حد بيختبرك أو الكلام لكل فهو دي حتى ضغوطات على محمد شريف بجانب كمان إنه هو بتغيير المركز من فروض لجناح دي عملاله برضو حتة إنه هو برضو شغل نفسه بحاجات بتطلع برا السنوء إنه هو ما بيحطش طب ما تحط لي التشكيل الأمثل كده من وجهة نظرك في ماتش تونس ماتش تونس طبعا حاجازي مصاب حاجازي يعني فيه احتمال بس يعني حتى لو جهز تفتكر ممكن كيلوش تديله من بدأ يعني تديله من أول ماتش برضو يعني مستركوش مش واضح في الحتة دي اللي هو حتة إنه هو هل أنا مثلا اللعيب المصاب ده بالنسبالي لو مثلا فيه ريسك مثلا عشر في المية عشرين في المية برضو اعتمد عليه لأن أنا زي المدرب اللي هو بقول دمر رجالتي اللي هو اعتمد عليه أحسن من أنا أغامر بحد تاعي لسه ممكن باستكشفه يعني فلو هو جاهز ما في المية طبعا من حجازي والوينش باكليفت فتوح باكريت أكرم توفيق هرجع طبعا من اللقاص في نص الملعب الحمد لله يعني أعتقد النهاردة حمد فتحي سليم برضو الحجة ما تستطيعش إنه هو إن شاء الله يبقى جاهز موجود هو وعمر السولية في نص اله هتبان في التامرين البكرة طبعا يعني أعتقد بس هوا بنسبة كبيرة بس يعني لو جاهز حمد فتحي وعمر السولية ولو بيلعب بتلاتة في نص الملعبة معهم أنت تلعب بأيه في مطش تونس أنا سأسيبك منه أنت هتلعب بأيه في مطش تونس هلعب مش عمر السولية وحمد فتحي وقدامهم أفشة تمام يمين وشمال يمين وشمال هلعب هل رأيك في حسين فيصل في البطولة دي؟ حسين فيصل يمين حسين فيصل تلعبه يمين هلعبه يمين وشمال ممكن ألعب أحمد رفعت أحمد رفعت ورأس حربة ورأس حربة محمد شريف بنسبة كم فالمية ده فكر عبدالله جلال ده فكر أنا ما أنا فاهم طبعا أنا أنا أسألك رامانة يعني أجيبك تقول بنسبة كم فالمية التفكير ده الأسماء دي ممكن تبقى في الملعب من وجهة نظرك؟ بتفكير ميستر كيروش؟ بنسبة كم يا ممكن 70-80% لأن برضو الإصابات وبرضو هنرجع لحيطة ميستر كيروش برضو مغير مركز نزد محمد شريف كده فأعتقد برضو هيفضل مصر على مروان حمدي وأعتقد يعني ده ممكن برضو هو ده اللي أنا مستكشفه ورأي الخاص أن ميستر كيروش بيدي الناس كلها فرصتها الكاملة ما لهاش علاقة بأن أنت بتقدي بتجيبي جوان أو ما بتجيبش بتقدي بتلعب في إيه؟ بعد البطولة هيحصل إيه؟ هو ما بيدورش على كده؟ هو بيدور على أنه فيه 18 أو 20 لعيب فيما بعد هم دول اللي هبوا قواموا وانتخب مصر أيب أنا أديت لكل لعيبة مصر اللي أنتو بتتكلموا عليهم كإعلام أو كأندية إن دول المميزين خلاص أنا أديتهم فرصتهم كل واحد خد فرصتهم وانا بشكر كمان بيداهم في بطولة قوية لو إن شاء الله نجحنا في أن احنا تخطى عقبة تونس استفضل تقابل مين في النهاية قطر ولا الجزائر؟ الاثنين أصعب من بعض صراحة مصرحة على الاثنين أصعب بس إن شاء الله منتخب مصر قدها أي حد من وجهه ويمكن منتخب مصر برضو قدم مباركه كويسة قدام الجزائر أعتقد إن الاثنين أي حد يوصل فيه منها إن شاء الله منتخب مصر يقدر قادر إن شاء الله بإذن الله كل الناس ثقف لعبتنا والحقيقة مش ثقة دي مش من فراغ في أداء وفي روح مختلفة ظهرت على المنتخب المصري في بطولة كاس العرب وإن شاء الله على مدار اليومين اللي جايين وقبل يوم الأربع قبل منواجه تونس إن شاء الله انتبعا مع حضراتكم التحضيرات والاستعادات كل الدعم من كل جماهي الكرة الناس مبسوطة بكم والناس فرحانة بكم وإن شاء الله قادرين ترجعوا بكاس البطولة والأهم الحقيقة من كاس البطولة بالنسبة لنا عودة الروح واستعادة الجهزية لمشوار أمم أفريقيا وتصفيات كاس العالم كابتن عبد الله جلال بشكرك شكرا جزيلا شرفت ونورت زيما دايما في السادسة شكرا كابتن أحمد الله خليك شكرا شكرا نقبل حضراتكم على كل خير على شاشة الآلي دايما في السادسة تحياتي لحضراتكم